وفيما يتعلق بجهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا طلب الرئيس أسيسي بالتوسع في توزيع مستلزمات الوقاية من كورونا مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ما عرفش أنتوا حطين مع الوحدات الموزعة دي حاجة خاصة بكورونا ولا لا لو مش حطين حطوا حطوا مع كل مثلا لكل أسرة الكمامات واللوازم اللي هي العزل والحماية من كورونا لأن احنا الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى نجانا من يعني انتوا شفتوا مصير كتير من الدول تعرضت لهذا الأمر فمصر الحمد لله الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى الجائحة الموجة الأولى والتانية والتالتة وإحنا على عتاب الموجة الرابعة مش كده فأنا بس بقول ده يمكن تكون هل هي محلها هنا مش عارف لكن بس بقولها أنها فرصة أن نكلم الناس من فضلكم ننتبه أكتر للإجراءات الاحترازية نخلي بالنا حملة التطعيم اللي بتقوم بها وزارة الصحة ودكتور مصطفى يعني ننهر بها بأكبر معادلات وبقول للمصريين من فضلكم تجاوبوا معنا وإحنا يمكن قايلين أن احنا في التعليم سواء كان في المدارس أو في الجامعات أن احنا حرسين على أن العام الدراسي يبدأ ونكون طعامنا الأعضاء هي التدريس وطلبة الجامعة ويمكن يكون لو في فرصة أن احنا كمان كمان ننزل للسنة والعام يبقى ده وده متاحية لكن عايزة أقول أن احنا عايزين نحقق معدلات كبيرة في عملية التطعيم في خلال فترة زمنية قليلة جدا جدا عشان ناخد المناعة الجماعية اللي بيولو عليها ترجمة نانسي قنقر